بالأمس سوني كشهت مواصفات كثير لجهازها القادمة للبلاي ستيشن 5 وبسبب الكورونا زي ما أنتم معارفين الكشف كان رقمي وقدمت لنا سوني محاضرة مع البروفيسور العظيم والمهندس النظام للبلاي ستيشن 5 الرئيسي مارك سيرني سيرني قاعد يشرح يوضح كل صغيرة وكبيرة عن العتادة الخاصة للبلاي ستيشن 5 واللي بنلخصها لكم اليوم بطريقة سهلة ومفهومة في هذا الفيديو التركيز كان عن مواصفات التقنية لجهاز البلاي ستيشن 5 أولا معارج الجهاز بيكون من شركة AMD وبيكون 80 نواة من فئة Zen 2 بقوة وتردد 3.5 جيجاهيرتز مع القدرة على تغيير قوة التردد كرت الجرافيكس أو الرسوم بيكون أيضا من AMD وبيعمل بمعمارية RDNA2 بقوة تصل إلى 10.28 تيرفلوب مع 36 وحدة حسابية بتردد 2.23 جيجاهيرتز والقدرة على تغيير قوة التردد الذاكرة العشوائية بتكون بحجم 16 جيجا بايت من نوع GDDR6 الآن بنجي الأشياء شوي عميقة ورح نحاول نبسطها لكم مثل Memory Bandwidth وهذا يعني معدل سرعة قراءة البيانات أو تخزينها وبتكون على البلاي ستيشن 5 السرعة 448 جيجا بالثانية ركزوا على هذه النقاط التي تكلمت عنها توهي سرعة قراءة ونقل البيانات وكيف أن كل من المعالج وكرت الشاشة لها تردد متغير كل هذه العوامر رح تكون مهمة قدام في هذا الفيديو نجي الآن لوحدة التخزين الداخلية واللي بتكون عليها كل ألعابنا الوحدة بيكون حجمها 825 جيجا بايت من نوع NVMe SSD والبلاي ستيشن 5 بيعطيك القدرة على توزيع المساحة بذاكرة خارجية من نوع SSD أو قرص صلب HDD تم الإعلان أيضا عن نوع من الوساط اللي يدعمها البلاي ستيشن 5 وبتكون من نوع 4K Ultra Blu-ray طيب إحنا الآن مرينا مرور الكرام عن المواصفات في هذا الفيديو لكن ليش جلس مارك سيرني أمس ساعة كاملة تقريبا يفصل ويشرح فيها لأنه برأينا سهل أنك تقول أوه جهازنا سريع في نقل بيانات وعندنا وحدة تخزين مرة سريعة وكل شيء إحنا أسرع فيه لكن مارك تكلم عن عدة نقاط مثير للإهتمام وهذه هي بتكون محور فيديو اليوم وركز شرحها على أربع نقاط معينة النقطة الأولى كل من المعالج والغرافيكس كارد عندهم القدرة في تغيير مدى ترددهم هذه مهمة عشان ما ترتفع حرارة الجهاز ويصير صوت المروحة مرتفع في الماضي سرعة التردد تكون ثابتة وإذا الجهاز احتاج قوة أكبر يتم زيادة الطاقة الموجهة له مما يأدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز الآن بيصير التردد متغير والطاقة ثابتة فإذا احتاج الجهاز قوة أكبر يلعب بالتردد عشان يتأقلم مع الوضع سيرني وضح أن استعمالهم لكرت شاشة أصغر وأقل من ناحية التيرافلوب ما يعني أنها لضعف بل بيكون أسرع وأخف للعمل عليه بشرط إذا عرفوا مطورين يشتغلون على وزنيته ووقتها يقدمون أداء مذهل عن طريقة لأنها مشكلة العوامل لكرت الشاشة تعتمد على رقم التيرافلوب العالي طبعا هذا الشيء الوقت بيبين لنا إذا كان صحيح أو لا النقطة الثانية اللي يركز عليها كان كرت الشاشة واللي وضح أنه يدعم الريت ريسنج الخاصة بالانعكاسات اللي شرحناها كثير في فيديواتنا الماضية أيضا تكلم عن شيء اسمه بريميتف شيدرز ويقصد هنا نوع من التقنية الخاصة فيهم مشابه لما تقدمها مايكروسوفت مع الإكس بوكس ستيريس إكس تحت اسم Variable Rate Shading وهذا يعني بأنه مو كل بيكسر يطلع لك في الشاشة رح يكون بالتفاصيل الدقيقة ويصير يخلي التفاصيل الدقيقة على الأشياء اللي يركز عليها اللاعب وهذا يرفع من الأداء في الألعاب ويخلي عدد الإطارات بالغالب دائما ثابت على 60 إطار بالثانية النقطة الثالثة أتكلم فيها عن نوع SSD الداخلي للجهاز البلاي ستيشن 5 سوني حرصت على تقديم نوع SSD خاص للبلاي ستيشن 5 صح حجمها غريب وهو 825 جيجا لكن في خواص مختلفة تخليها سريعة جدا في قراءة ونقل البيانات والهدف أنهم يقدرون يقدمون نقلة في تقليل أو يزارة فترات التحميل والتثبيت وهذا بفضل وجود 12 قناة ربط أو وحدة تحكم فلاش خاصة داخل SSD معززة بأربع نوافذ PCIe 4 لنقل البيانات هذا يخليها تنقل 5.5 جيجا بايت من البيانات في الثانية الوحدة وإذا كانت البيانات مضغوطة فهي تنقل 8 إلى 9 جيجا بايت في الثانية الوحدة للمقارنة البلاي ستيشن 4 خلال الثانية كان ينقل من 50 إلى 100 ميجا بايت إذا حابت توسع مساحة SSD الأشياء التي توفرها في السوق الآن ما راح تعطيك نفس الأداء للSSD البلاي ستيشن 5 الداخلي لكن سيرني أوضح بأن مع نزول البلاي ستيشن 5 راح يوضحون أيهم الأنسب واللي راح يعطيك أداء مقارب للذاكرة الداخلية لو حبيت تزيد مساحة التخزين لحقتك الآن نجي للنقطة الأخيرة وهي الأصوات الثلاثية الأبعاد اللي سمتها Sony Tempest Engine على كلام سيرني فعند الأصوات في الألعاب لها فترة طويلة مسحوب عليها وهذا الشيء حابين يغيرونه مع البلاي ستيشن 5 ووضح بأنه لما تسمع صوت المطر في الألعاب راح تسمعه كصوت واحد بينما على البلاي ستيشن 5 راح تسمع صوت محدد لكل قطرة مطر بحيث راح تسمع الفرق بين قطرات المطر اللي حولك واللي بعيدة عنك يعني الأصوات بيصير فيها تفاصيل مذهولة وغير مسبوقة على حد وصفة هذه الميزة راح تساعدك أيضا لتحديد موقع أدائك بدون ما تشوفهم ووضح سيرني بأنها مش ضروري أبدا يكون عندك سماعة غالية حتى تقدر تستفيد منها هذه الميزة وأن أي سماعة تغطي الإذن بتكون كافية هذه الميزة مبدئيا راح تكون موجودة فقط على السماعات ومع الوقت راح يدعمون الأصوات هذه عن طريقة تلفزيونات ومسمعات السراوند ساوند وهذا كان ملخص لمواصفات البلاي سيشن 5 اللي كشفت عنها سوني أمس سوني حتى الآن عندها أشياء كثير ما استعرضتها مثل شكل الجهاز، يد التحكم، والأهم طبعا هو الألعاب نتمنى نكون فدناكم بهذا الملخص شاركونا بالتعليقات برأيكم عن مواصفات البلاي سيشن 5 كان معكم نوف نرموش، يعطيكم العافية للمتابعة ومع السلامة